من الحوار الخاص الذي اجراه سيد الرئيس بشار الاسد مع صحيفة الثورة بمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاقتها الذي اكد فيه ان تجربة الاخوان المسلمين في الحكم فاشلة قبل ان تبدأ وبين الرئيس الاسد ان مشروع الاخوان منافق يهدف لخلق فتنة في العالم العربي فهم اول من طرح في سوريا المفهوم الطائفي ومشروع الفتنة منذ السبعينيات اكد سيد الرئيس بشار الاسد ان الوطن انتماء والانتماء يعني ثقافة وكلهما يشكل الهوية سوريا وطن يتسع للجميع مشيرا الى ان صمودها في وجه الفتنة كان بفضل الوعي الشعبي وجوابا على سؤال ان ما يحدث في سوريا ليس ثورة قال السيد الرئيس ان اي ثورة حقيقية هي ثورة داخلية صرفة لا علاقة لها بالخارج بينما ما حصل في سوريا ومنذ البداية كان العامل الخارجي واضحا فيه وهذا ما حاولوا اخفائه واصبح اليوم واضحا بشكل مطلق واضاف الرئيس الاسد الثورة الحقيقية تأتي لتعزز الوطن والمجتمع والانسان وتنشر العلم والمعرفة وتبني جيشا عقائديا يخوض اشرس المعارك ويصمد في اصحب الظروف وقال السيد الرئيس ان الهوية الاصلية العربية هي هوية معتدلة في كل شيء لانها تمثل تمزج حضارات عبر الاف السنين وهذا مصدر قوتها لذلك يحاول الخارج ان يمزق هذه الهوية مؤكدا ان اداء الحكومات العربية المتعاقبة ادى عند البعض للابتعاد عن المفهوم العربي برمته وهذا خاطئ لقد وجهت ضربات قاسية للمشروع القوم العربي لكنه لم يمت ولم يخسر تماما حتى الان لان المشروع القومية هو فكرة انتماء للقومية وبالتالي العروبة واشار السيد الرئيس الى ان العقائد المشوهة المنحرفة تجعل الانسان يحقد على اخيه الانسان ان خالفه بالمعتقد بالتالي الحاقد يفقد عقله ويدفعه حقده لان يأكل قلب انسان اخر او يقطع رأسه اما الغريزة الانسانية اساسها الفطرة والفطرة خيرة لا حاقدة اما ضعف المبادئ والاخلاق والعقائد الخاطئ المنحرفة فهي التي تدفع الانسان بعيدا عن العقل وجوابا على سؤال حول ما هي الجهاد الحقيقي قال السيد الرئيس الاسلام دين تسامح ورحمة واتى لتعزيز انسانية الانسان وترسيخ الرحمة والمحبة ونبذ القتل فلو عدنا للقرآن الكريم والحديث الشريف والسنة النبوية وحياة الرسول الكريم باخلاقه وانسانيته لما وجدنا سوى نقيد ما يقوم به هؤلاء الذين يتسترون بالدين واضاف السيد الرئيس ان هناك فرقا كبيرا بين الطائفية والمذهبية فالمذهب اساسه فكري والمدارس الفكرية اغنت الدين والممارسة من لا يعرف الدين هو فقط من يتحدث بالطائفية لان الطائفة بالنسبة له حلت مكان الدين وحول سؤالا عن مشاركة حزب الله في القصير وربط ذلك بالموضوع الطائف اجاب السيد الرئيس انه بعد الاحداث التي شهدتها بعض الدول العربية تخيلوا ان الفرصة سانحة الان لضرب سوريا ومحور المقاومة في المنطقة وقد حاولوا تغيير تعريف ووجه وصفات العدو والحليف لتتحول اسرائيل الى عدو غير مرئي وتتحول المقاومة الى عدو هذا هو الحل الوحيد والاخير المتبقي لديهم لضرب مفهوم ومحور مقاومة اسرائيل لكن موضوع القصير مرتبط بموضوع المقاومة اكثر من ارتباطه بالوضع الداخل السوري القصير ليست بالاهمية الاستراتيجية التي ارادوا ان يظهروها بها وقال السيد الرئيس ان منطق الاقليات والاكثريات منطق نرفضه تماما في سوريا اذ لا يمكن لاقليات ان تحمي دولة الدولة تصمد باكثريات ليس بالضرورة اكثريات قومية او طائفية او دينية وانما اكثريات شعبية وطالما ان الدولة صمدت وصمد معها الشعب فهذا يعني ان الاكثرية صمدت وليست الاقلية وردا على سؤال حول رؤية سيادته لما يجري في مصر قال السيد الرئيس تجربة حكم الاخوان المسلمين فاشلة قبل ان تبدأ لان هذا النوع من الحكم لا يتوافق مع طبيعة الناس ان مشروع الاخوان مشروع منافق يهدف حقيقتنا لخلق فتنة في العالم العربي والفتنة لا يمكن ان تستمر في مجتمعات واعية وهذا ما جعل تجربة الاخوان المسلمين تسقط بسرعة كبيرة لانها خاطئة وما بني على مبدأ خاطئ سيسقط حتما واشار السيد الرئيس الى ان قرار محمد مرسي قطع العلاقة مع سوريا كان قرارا خاطئا هذا ما قاله مثقفون واعلاميون مصريون كبار هاجموا هذا القرار بشكل واضح لان العلاقة الاستراتيجية بين البلدين قديمة جدا في الفراعن منذ الاف السنين كان لديهم وعي للعلاقة الاستراتيجية بين سوريا ومصر اكد السيد الاسد انه لا يمكن خداع كل الناس كل الوقت خاصة الشعب المصري الذي يحمل حضارة الاف السنين ويحمل فكرا قوميا عربيا واضحا بعد عام كامل تكشفت الصورة للمصريين وساعدهم اداء الاخوان المسلمين لكشف الاكاديم التي نتقى بها الاخوان في بداية ثورة الشعبية في مصر